كلمة سيد فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فخامة الرئيس عبد الفتح سيسي أصحاب السعادة السيدة والسادة إنه من دواي سروري وفخري أن أنضم إليكم اليوم فهذا الاجتماعي نعقد في لحظة فارقة لمصر ولأفريقيا وللعالم على صعيدي المناخ والطاقة فيما تعلق بالطاقة وعندما ننظر إلى ما حققت مصر خلال السنوات الماضية فإنه أمر مهم وبارز ومبهر بداية من الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء والذي استعد أن تحقق فائد بعد العجز وإحداث هذا الفارق في مجال الطاقة الشمسية وزيادة الدعم ما أدى إلى جذب كميات هائلة من الاستثمارات من المؤسسات المالية ورأس المال الخاص كلها قصص نجاح رائعة حققها القطاع الكهرباء في نصر ولكن في نفس الوقت من أحد التحديات الفارقة لعالمنا اليوم هو المناخ وتغير المناخ وقد اخترت نصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ممثلة إفريقيا وهي مسؤولية كبيرة وأنا متأكد أن نصر سوف تقوم بها وتنجزها بنجاح السيدة والسادة أود أن أشاطركم النبأا جيدا اليوم في ضوء هذه التطورات في مصر وعقب طلب الحكومة المصرية فأنا أتطلع إلى انضمام مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك فخامة الرئيس سعدة الوزير طريق الملا نحن مهتمون بطميق التعاون وعلى التعديد على تقديم أي دعم خلال السنوات القادمة سوف تحدث عن سوق الطاقة العالمي النفط وأسعار الغاز اليوم قد أصبحت في منطقة خطرة عند تعافين كل الأسواق بعدما شهدت نموا استثنائيا في أسعار النفط شهدت نموا في الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل ولكن هذا ليس كافيا فنحن نعرف أن بلدان المنضوية تحت أوبيك بلاس لديها أهداف ناجحة ولكني أرى أن هناك فقوة متزايدة بين الغايات التي وضعوها والإنتاج اليوم وأمل كثيرا أن بلدان أوبيك بلاس سوف تقوم بتقليد هذه الفقوة باعتبارهم شريكا مسؤولا في أسواق الطاقة يوفرون أحجاما وكميات كبيرة بحيث يستطيعون تلافي أي مشكلات قدرة فيما تعلق بالغاز الطبيعي نشهد أيضا ارتفاع في أسعار لسيمة في أوروبا وهذا في رأيي أمر مطلع أن تسليس قطاع الغاز في أوروبا ليس في صالح أي شخص لا المنتجين ولا المستخدمين ولذلك فأتوجه بالشكر لكثير من مقدمي الغاز الطبيعي المسيل الذين يوفرونه لأوروبا من الولايات المتحدة وصولا إلى قطر ومرورا بمصر فبلدان مثل النرويج وأذرابيجان أيضا قامت بزيادة انتجها علينا أن تلافى أي انخفاض شديد وتسييس لقضايا الطاقة أزمان العزاء تحدثت اليوم عن قمة المناخ الـ 27 وعن إفريقيا وهي فرصة مذهلة أمام إفريقيا لكي تستغلها فالحقيقة المرة هو أن مواطنين إفريقيا مسؤولون عن أقل من 2% من الانبعاثات العالمية التي تحدث تغير المناخ ولكن ومع ذلك الأثار المعكسة لتغير المناخ تقع أكثرها في إفريقيا هناك منقشات حول إيجاد حلول لمشكلات المناخ ولكن علينا أن نتأكد أن إفريقيا ليس عليها أن تتحمل عبء ضخم لا يمكنها أن تقوم به خاصة في تحول الطاقة النظيفة الزملاء العنفة اليوم في إفريقيا جنوب الصحراء أقل من 4% لديهم قدرة على الوصول لكهرباء لا ليس لديهم أي كهرباء وهي بالطبع مشكلة كبيرة فعندما ننظر إلى إفريقيا نجد قدرة هائلة لإنتاج الطاقة والموارد المعدنية فالطاقة الشمسية هي نعمة كبيرة تنعم بها إفريقيا فخلال أيام سيكون هناك للتحديد الأوروبي وإفريقيا وأجتماع يجمع بينهما في بروكسل وسوف أشارككم إحصائيات مريرة في إفريقيا جنوب الصحراء وفكروا في بلجيكا فإن حجم الطاقة الشمسية التي تم إنتاجها في كل إفريقيا جنوب الصحراء هو نصف الطاقة الشمسية التي تنتج في بلجيكا فكروا في حجم إفريقيا جنوب الصحراء وبلجيكا والفارق الضخم الذي يمكن لكل المنطقتين ومع كامل احترام لزملائي في بلجيكا بالطبع لا يمكن حل مشكلة الكهرباء في إفريقيا فقط بلا تمازي على طاقة الشمسية فعلينا أن نعتمد أيضا على الغاز الطبيعي المتوافر هنا في إفريقيا لسيما في الدول التي تحتاج بشدة هذه الموارد مثلا موزمبيق اليوم في موزمبيق فأقل من 40% من الأشخاص لديهم الكهرباء بالرغم من اكتشافها لكميات هائلة من الغاز الطبيعي وهي الطريقة الطبيعية للاستفادة من مواردها لكي يستفيد منها الاقتصاد ومواطنين موزمبيق والوصول للكهرباء في إفريقيا بصورة عامة هي مشكلة أخرى وهي كثيرا ما ننسيها ضد الطهي فاليوم أكثر من 900 مليون شخص في إفريقيا يستخدمون طرق بدائية للطهي ووفقا لأرقامنا هذا يؤدي كل عام إلى وفاة نصف مليون بسبب أمراض التنفسية لسيما للمرأة وأؤمن أن الغاز الطبيعي المسايل يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا الصدد الزملاء العزاء نصر ستمثل إفريقيا في مؤتمر الأطراف السبع والعشرين وكل الأعين ستنصب على نصر ونصر سوف تطلق الكثير من الاقتراحات من دول كثيرة ماذا يجب أن يحتل الأهمية في مؤتمر الأطراف السبع والعشرين اقتراحي هو لدي كثير من المقتراحات التي سوف أشاطركم إياها اليوم ولكن أحد الاقتراحات هو الأولوية يجب أن نليها إلى أن نقوم كيفية جمع بين المؤسسات المالية وإقامة الآليات من أجل توفير والتسريع والاستثمار في إفريقيا وقطاع الطاقة فيها فهذا سيكون أولوية كبيرة لمصر لكي تساعد إفريقيا في الحصول على الطاقة وتعزيز نموها وتنميتها الاقتصادية وأخيراً سوف أتحدث قليلاً عن زملائهم من قطاع الغاز والنفط الزملاء العزاء العالم سيحتاج النفط والغاز في السنوات القليلة القاضبة ولذلك علينا أن نتصدى لتغير المناح أود أن أقول لكم أن ما يحدث في العالم ما من شركة نفط أو شركة طاقة واحدة لن تتضرر من التحول للطاقة النظيفة ولذلك أود أن أقترح عليكم أن غازات الشركات النفط والغاز هنا بالإضافة إلى أنماط العمل الآتيادي وباستخدام الابتكارات عليها أن تأخذ موضوعها المنسب في التاريخ وتساعد في الوصول إلى تكنولوجيا التاقة النظيفة مثل احتجاز الكربون وتغزينه وهذا يعني ويحتاج إلى استراتيجيات إدارة كبيرة وخبرة واسعة لكي تساعد في الحصول على هذه التكنولوجيا في وقت قريب لا بعيد هذه مسؤولية جمع على الرعاة وعلى العرضين في هذا المعرض لكي يقوموا بهذا الأمر في الختام فخامة الرئيس السيدة والسادة إن أعين العالم ستنصب على مصر هذا العام وبمعرفة بمصر وما حققته حتى الآن وخبر صار أن تكون النصر هي الشخص المسؤول على الحفاظ على استدامة هذا التوكب شكرا جزيلا على حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر